معاك الأستاذة أمل عادل أستاذة مادة الأحياء للسنوية العامة أنا من مؤيدين النظام الجديد ومن مؤيدين أفكاره واتجاهاته حقا النظام بيقيس المفاهيم بيقيس قوة الملاحظة بيعرف يختبر الطالب في كل حاجة بيعرف يطلع منك المعلومة بكل شكل من الأشكال بس أنا معايا تحفظ خدعة كبيرة للي يوهمك بأن النظام الجديد للفهم فقط أبدا ما حصلش وعلى مدار السنة ومدار الحل واللي أنت شفته خلال السنة يثبتلك كده إحنا عندنا قدر من الحفظ اللي أنا ننكرها يا فندق ونكرها ليه واتحك عليك وغشك ليه طب ما أنت قفت قدامي وحلينا أنا وإنت شفت الأسئلة وعرفت أني أنت بيختبروك في الحفظ حافظ هتجاوب طب ما أنت معايا كتاب المفاهيم ما بش مغطي كل حاجة هتلي في كتاب المفاهيم قانون من القوانين وأنا عندي قوانين عندك قوانين أنت تقريبا كل فصل فيه قوانين عندك في فصل الدعامة قوانين عندك في الحركة قوانين عندك في التقاصر اللي هو اسمه تقاصر قوانين نباتات الزهرية دي عبر عن قوانين فليه ننكرها؟ ليه نتغافل عنها؟ ليه نتحك والليس المعلومة؟ لا يا فندق أنت لازم أن تقعد على المادة تحفظها ورقة وقلم وتكتبها تقعد في قطتك كده تعلي حسك وتسمع نفسك سمع الناس هتحد من الأفراد الأسرة وقعد حكيله عارف الزهرة فيها إيه؟ عارف المبيض بعد الإخصاب بيتحول لإيه؟ عارف البيضية السنوية بيبقى عددها بتسوي عدد إيه؟ عارف المنوية السنوية عددها بتسوي كام في الحيوانات المنوية؟ كل دي حاجات كل دي حاجات مهمة قعد جمع خليك لماح وما بيحبوا تلماح بيعرفوا يقيسوا قوة الزكاء وقوة الملاحظة شوف كلمة جهاز الطرد المركزي اتقررت في المنهج كم مرة الحاجات النوادر دي النوادر الحلوة دي شوف الرسومات ده انت امتحان الأحياء بيبقى عبارة عن مجلة يعني مجلة الموضة فيها صور أقل من امتحان الأحياء انت تقريبا الامتحان بيبقى عبارة عن صور في صور في صور انت بزكاءك امسك الصور بتاعت المنهج في يوم كده يوم امسك كده صور لوحدها كده وقت شوف ايه في الصورة ما كانش في المقالي المقالي هو الصورة ايه في حاجات هتلاقيها على الصورة كتبتش في المقالي هديك بندين منهم بس خلايا قنيات العسارة البنكرياسية هتهلي في المقالي ما تقلتش كتبت عنها الناخلا يا حويصلية جي على الرسمة وكتبها قنيات العسارة البنكرياسية ادي الرسمة في حتة ودي المقالي في حتة ايه ثانيا الجسم المضاد علي بيان اسمه المنطقة المفصلية ابدا لا تكلم ان الجسم المضاد له منطقة مفصلية ولا قال ما هي اهمية المنطقة المفصلية بس احنا لقناها على الرسمة ومن الاسئلة والحل والتدوير مش اقول ان احنا طلعنا برا المنهج احنا ما بنطلعش بس في اسمها حاجة مخرجات التعلم هات بقى يعني طلعلي بقى مدى مئياسك ومدى استعابك منطقة المفصلية جي بتعمل اتساع ما بين السلسلتين القصيرة والطويلة عشان تعمل اتساع لموقع الارتباط بالانتجين ممكن يكون الانتجين حجمه صغير فلازم ان تكون السلسلتين قريبين او انتجين حجمه كبير ممكن يكون السلسلتين بعاد من يوسع ويديق المسافات المنطقة المفصلية دي عينة من العينات اللي كان فيه كلام على الرسمة ما تقلش جنب منه في المقالي وواجب عليه قطالب تطلع الحاجة دي مش قطالب واجب عليا كمعلم انت تكون استلمت الفروقات دي فانا بوصيك انك تخصص يوم للرسمات وتراجع فيه المقالي وتطبق فيه الكلام اللي انت ذكرته على الرسمة هتلاقي فيه اختلافات في الرسمة ما ذكرهاش في المقالي الحصص اللي انت هتشوفها دلوقتي في حصص المراجعات الحمد لله والفضل لله قد تطلع بيها اجزاء كتير جدا في المنهج كتير جدا بكذا شكل من الاشكال خليك زكي وانت زكي خليك شاطر وانت شاطر ورقه وقلم ويكتب ورايا اللي انت ما كنتش فاكر انه للحبس وانا قعدت اقوله اكتبه وقوله اكتبه واحفظه القانون اللي انت ما كنتش عارف ان ده قانون وان ممكن يستخدم استخدمه اكتبه حتة من واحد لتمانين تعني ايه هتشوفها في الفيديو اعرف واحد تعني ايه واعرف التمانين بتاعني ايه اعرف اعرف بنعرف نجيب لك سؤال المصطلح العلمي من غير ما نكتب لك انه مصطلح علمي استيل عندنا في النظام الجديد المصطلح العلمي بس من غير ما نكتب عليه مصطلح علمي اهه يعني حفظه اللي انت ما كنتش مستوعبه عيد الفيديو واستوعبه عيد الفيديو عشان تعرف تجيب اخر الكلام عشان تعرف تجيب التمام للمعلومة ان شاء الله باذن الله بوعدك ان افكار الامتحان هي جا دايرة جوه الفيديو بس بشكل او باخر انا بديك فكرة مش بحفظك سؤال كنت معاكم الاستاذة امال عادل اتمنى لكم كل التوفيق كل السداد ربنا يكتب لكم الخير دايما نفتكر ان ذكر الله على لسانك مؤمن بيفتح القلب وينور العين موفقين معانا اول سؤال النهاردة بيقول لك من امثلة الخلايا المسؤولة عن الدعامة التركبية في النبات ايه تكون؟ انت اصلا فاكر الدعامة التركبية؟ تعال نستحضرها نوانتها الدعامة التركبية هي شكل من اشكال التدعيم عند النبات اهدفها حاجة كتيرة جدا واحد حماية الانسجة الداخلية للنبات رقم اتنين بتحافظ على النبات وبتحافظ على شكله وبتديله التدعيم وبتديله حماية رقم تلاتة بتمنع نفاذ المياه زي ما شفت في ترسيب مادة الكيوتين وترسيب مادة السيوبرين الدعامة التركبية معروف عنها انها دعامة دائمة لا تتأثر بالمياه ولا تتأثر بالعوامل الخارجية دي كل الداتا تقريبا اللي تخص الدعامة التركبية من امثلة الخلايا المسؤولة عن الدعامة التركبية في النبات واحد كانت الانبيب الف كانت الانبيب الغربالية والخلايا المنافقة لا ما كانش انا عائزة انه خلايا المسؤولة عن الدعامة التركبية يعني خلايا تم ترسيب مواد الكيميائي عليها المواد الكيميائي اللي انا بختار فيها زي كيوتين والكيوتين مادة كيميائية ترسب على الخلايا الخارجية علشان تمنع نفاذ المياه greater than the والسيوبرين من المواد اللي بتترصب على جدران الخلايا برضو بتمنع نفاذ المية زي السليولوز وحبه ان انا افكرك السليولوز ده خدنا في ايه السليولوز هي مادة من المكونات الاساسية للجدران الخلوية وكانت اخر مادة هي اللجلين وكان السليولوز واللجلين من تحدين اتحاد جميل وبيقوموا بوظيفة حلوة هي اكساب النبات القوة والصلابة هاتلي من الاختيارات اللي موجودة قدامك خلايا متوفر فيها اي مادة من الاربعة ويا سلام لو كان فيه مادتين مع بعض اختيارك موفق الاجابة هتبقى جيم الخلايا الكولانشيمية والخلايا الاسكلورانشيمية الكولانشيمية كان فيها السليولوز بشكل كبير اما الخلايا الاسكلورانشيمية كان فيها السليولوز على الجنين واحد الاجابة جيم رقم اتنين سؤال جميل كان في حركة في الإنسان فأي المراحل لا تستجيب العضلة لا تستجيب العضلة لأي مؤثر مؤثر يعني يقصد بيه سيال عصبي جاي من المخ أو الحبل الشوكي جاي عن طريق خلية عصبية حركية إمت العضلة ترفض الاستجابة للسيال مهما كانت قوته إمت العضلة ترفض الاستجابة للسيال مهما كانت قوته انت اي رأيك تعال نقرأ في الاختيارات بس ارجع معك حتة ذاكر الحتة اللي كانت بتتكلم عن الساركوليمة الساركوليمة دا اللي هو يقصد بيه غشاء الليفة الخارجية الساركوليمة كان بيمر بمرحلتين مرحلة كان بيبقى فيها الوضع راحة راحة يعني استقطاب ومرحلة كان بيبقى الوضع فيها انقباض انقباض يعني لا استقطاب بيبقى شكل الساركوليمة عامل ازاي غشاء الليفة بيبقى عامل ازاي في وضع الروحة بيبقى السطح الخارجي لغشاء الليفة العضلية مشحون بشحنات مجابة بفضل وجود أيونات الصوديوم وبيبقى السطح الداخلي لغشاء الليفة العضلية مشحون بشحنات سنبة الوضع ده مثالي جداً إن لو جي سيال كفء سيال ذات قوة كويسة فيه يقدر إن هو ينشط انقباط الألياف العضلية اللي جوه العضلة هنا العضلة هتستجيب وتعمل انقباط الوضع ده مثالي جداً لاستقبال العضلة للسيال أما وضع الانقباط بيبقى السطح الخارجي لغشاء الليفة العضلية مشحون بشحنات سنبة والداخلي مشحون بشحنات مجابة يعني بيبقى فيه إنعكاس للشحنات الإنعكاس للشحنات ده جي إمتى؟ جي لما الأسطايل كولين تحرر من النهايات العصبية بفضل أيونات الكالسيو وابتدى يرتبط بمستقبلاته اللي موجودة على غشاء الليفة العضلية هنا حصل حدث جلل مهم وهو إن اترفعت نفذية غشاء الليفة العضلية وابتدت يحصل إنعكاس للشحنات اللي كان في الخارج ابتدى يدخل من البوابات واللي كان في الداخل ابتدى يخرج فتعالى نختار تبعاً للمتاح أدي الساركولينما في وضع الراحة لسا قيلين إنه هو وضع مثالي للانقباط وأدي الساركولينما في حالة الانقباط إنت لو جي سيال ما كانت قوته ضخمة وكبيرة العضلة مش هتستجيب وتقول له أسفل قدامك اللي اختيارات أربع اختيارات إنت أحسنت أو هتحسن التفكير هتقول يا ميس لما العضلة تكون منقبدة صعب إنها تستقبل سيال لإن هي أورادي منقبدة والعضلة بتبقى منقبدة لها أمارات إيه؟ إنه بيبقى السطح الخارجي للساركولينما معايا كان مختيار للساركولينما ألف وبين يعني يجيه مرفوض لإن الساركولينما هو البروتوبلازم أو المادة الحية للليف العضلية وبالتالي ده المرفوض ومش محتاج إن أنا أقرأ اللي اتنين إذن الحيرة هتبقى في ألف وبين هل العضلة ترفض الأوردر عندما يكون سطحها الخارجي موجب؟ بالعكس ده وضع إن السالي موت ده يا سلام هل العضلة ترفض الأوردر لما يكون السطح الخارجي سليم؟ طبعا هتقول له أسفة أقبل إزاي أوردر وأنا أورادي منقبدة فإذن الجملة رقم اتنين هتبقى الإجابة به ودي كانت حد تجميلها السؤال اللي بعده مقالي جميل 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 ركز معايا إذا علمت أن الحيوانات المنوية التي تحمل الصبغ إكس أطول عمرا من الحيوانات المنوية التي تحمل الصبغ وي عارف انت حدودة الصبغيات بتاعة الحيوانات المنوية؟ الحيوانات المنوية مش متشابهة الحيوانات المنوية في منها نوعين في منها زات صبغي X وفي منها زات صبغي Y عشان كده بيقولوا ان الرجل هو المسؤول عن تحديد جنس الابناء يعني هو مسؤول عن نوع جنس الابناء اللي بيخلفها يعني لو خلفته كلها ولاد ده بسبب ان الحيوانات المنوية Y كانوا كتير أو لو خلفته كلها بنات بسببه هو لأن اللقاء بإخصاب البويضة الحيوان المنوي زات الصبغي X فتعال نشوف هو بيبعلن فكرة إيه في السؤال بيقول أني الحيوانات المنوية زات الصبغي X عمرها طويل عن الحيوانات المنوية زات الصبغي Y ورجع يرد لك ويقول لك بس و nghĩ مميزين في إيه يا سيد الناس قال لك why الحيوانات المنوية زات الصبغي Y أسرع في الحركة من الحيوانات المنوية التي تحمل الصبغي X جميلة المعلومة يبقى تعالى نسجلها على جنب الحين انت المنوية زات الصبغة العمر بتاعها العمر طويل كلامها احتاجه يعني ايه طويل ودي لما احب استخدمها استخدمها فيه اقولك انت عارف ان البوايدة بتتحرر في اليوم الاربعتاشر من بدء الطمس تعالى نرسمها انا وانت ده اليوم المميز ليه لان هنا بيتم تحرر البوايدة والتقاطها بواسطة الزوائد الاسبعية وانها بتقف في التلت الاول من قناة فلوب هنا البوايدة بتبقى صالحة للاخصار فاليوم الاربعتاشر من بدء الطمس يوم مميز تمام هو واليوم الخمسداشر من الايام المميزة جدا هو واليوم الستاشر من الايام المميزة جدا دول التلات ايام المميزين اللي لو دخلت فيهم حيوانات منوية في التلات ايام دول هيتم عملية الاخصار لان البوايدة قريدي وقفة في التلت الاول من قناة فلوب وصلحة للاخصار بس يميز سألوا في الكتاب معلومة ان البوايدة بتقعد من 24 ل 48 ساعة وانت هنا كتبة تلات ايام حبيبي تعال نقول لو البوايدة تحررت في اليوم الاربعتاشر الساعة 12 الضهر هتقعد من 12 الضهر في اليوم الاربعتاشر ل 12 الضهر في اليوم الخمستاشر دول كده حزبتك انت عمين كم ساعة 24 طب من 12 الضهر في اليوم الخمستاشر لحد 12 الضهر في اليوم الستاشر كده حبيبي ما حزبتك انت برضو كم ساعة 48 هو ده نص الكتاب انا ما خرجتش عنه حاجة جميلة تمام يبقى هنا لو الحيوانات المنوية دخلت في الايام دي هيحصل ايه قلت لك هيحصل اخصار طيب تعالا ندردش كده دردشة خفيفة لو دخلت حيوانات منوية في اليوم ده تعرف يا ميس نقول او نحط احتمال لو دخل الحيوان منوية في اليوم الاربعتاشر جنس الجنين اللي ممكن يطلع من وراء الاخصار ده ولد لو حصل دخول الحيوانات المنوية في اليوم الاربعتاشر من بدء الطمس جنس المولودة هيبقى ولد لان انا بايعا لك معلومة في السؤال بتقول ان الحيوان المنوي زا تصبغي قوي سريع في الحركة فهو هيدخل في قناة فلوب وهيبدأ سرعته هتخليه يسبق ذا الحيوان المنوي زا تصبغي اكس ويوصل للبوايضة اللي وفا في التلت الاول وهناك يروح يخصرها فيبقى النتيجة ان البوايضة اكس والحيوان المنوي هو واي فيحصل الاندماج معهم هما الاتنين وتتكون توتية اكس واي فيطلع الجنين ولد ده في فضل سرعة الحيوان المنوي زا تصبغي واي دعلا بقى نحط احتمال تاني ان الحيوانات المنوية ما دخلتش في اليوم الاربعتاشر دخلت في اليوم الاربعتاشر بعيد قوي مافيش بوايدة استحالة حدوث اخصاب لا مش استحالة طب هيجي منين الاخصاب ومافيش بوايدة هو فعلا مافيش بوايدة بس ما تقولش استحالة ليه؟ لان عندك معلومة في كتابك بتقول ان الحيوانات المنوية زا تصبغي واي بتقدر تعيش الحيوانات المنوية عموما اكس واي بتقدر تعيش في الجهاز التناسولي الانسوي من يوم لثلاثة من بيعيش بقى بيقفل الامبير ويوصل لليوم الثالث هو قالها لك برضو في رأس السؤال الحيوان المنوي زا تصبغي اكس اكس معمر بيعرف يعود في الجهاز التناسولي الانسوي فالحيوان المنوي زا تصبغي اكس وواي هما الاتنين تم دخولهم في اليوم الاثناشر هاي بعد كده دخلنا في اليوم الثلاثتاشر واي عمره سياربت هدا يموت والمتبقي معاك اكس اكس كمان عاش معاك لليوم الاربعتاشر طلعت البوايدة في اليوم الاربعتاشر لقيت الحيوان المنوي ذات الصبغي اكس مستنيها فحصل اخصاب بين البوايدة والحيوان المنوي ذات الصبغي اكس فهنا الجنس المولود هيبقى بنت فهمت تعال نشوف اين المطلوب ماذا يحدث عنده وصول الحيوانات المنوية الى قناة فلوب في اليوم العاشر انت مش كنت بتقول لي مستحيل لا قولها له قولها له قوله لا يمكن لا يمكن حدوث اخصاب وحمل لا يا فندي من تبعين تموت احنا مجسمة من اليوم الاثناشر حتى المعمر هو ده المكسيمم بتاعه ادي يوم اتنين تلاتة وانت قولت قدرة الحيوان المنوية تستمر تلات تيام فقط اذا دخول الحيوان المنوي في اليوم العاشر بعيد موت بعيد موت هو اصلا مش هيعيش عشان يقدر يستنى البوايدة في اليوم الاربعتاشر فلا يمكن حدوث اخصاب وحدوث حمل لأسباب كتير ان البوايدة قريدي مش موجودة وان الحياة المنوية كفايتها في انها تستمر على قدر الحياة تلات تيام مكسيمم طيب رجعتاني يقولي طيب ايه رايك لو وصلت الحيوانات المنوية في اليوم الاثناشر اه اثناشر تعالى نتكلم يمكن ليه ما قولش اكيد لا الكلام ده ما فيوش اكيد الكلام ده ما فيوش كلمة اكيد يمكن يمكن حدوث اخصاب اه في احتمالية للاخصاب طيب والامكانية دي جات منين قلت له جات من قدرة الحيوانات المنوية انها تظل حية في قناة فلوب فالامكانية جات من انه يمكن حدوث اخصاب لان الحيوانات المنوية ذات الصبغة اكسا حدودك لسه بتقول معمرة فدي هدنها فيه التلت الاول من قناة فلوب لحد ما تجي لها البوايدة في اليوم الاربعتاشر والدنيا كويسة وراح جميل هو كمان جابها لك قالك ماذا يحدث عند وصول حيوانات المنوية في اليوم الاربعتاشر هنا في حدوث امكانية حدوث برضو حمل بسبب حدوث الاخصاب لان البوايدة قريدي موجودة في التلت الاول من قناة فلوب اكتب له كده وقل له لان اليوم الاربعتاشر هو يوم الطبويد ويوم الطبويد هو يوم تحرر البوايدة من المبيض والتقاطها الزوائد الاسبعية وانها تقف في التلت الاول من قناة فلوب دي بعد كده قالك طب ايه رأيك في اليوم التسعتاشر قل له لا 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 احنا اخرنا ستاشر يا فلم اي دخول للحيوانات المنوية بعد اليوم الستة شرده دهد ما عنديش بوايده ايا كان هيقدروا يعيشوا ولا ميش يعيشوا انا لا املك بوايده انا ما عنديش بوايده فاذا لا طبعا لا يمكن هتقول له كده لا يمكن حدوث اخصاب او حمل بسبب ان البوايده غير متاحة لان البوايده تظل حيه من 24 الى 48 ساعة فالبوايده مش موجوده. ده كان سؤال جميل عايزة مليك حاجة تكتبها حاجة اسمها فترة الامان بما اننا جينا هنا ما هي فترة الامان هي الفترة اللي يتم فيها تزاوك دون حدوث حمل يعني فترة الامان تعتبر وسيلة من وسائل منع الحمل بيلجأوا لها الزجيل دون استخدام وسيلة محددة ما هي فترة الامان فترة الامان هي كل الايام معادها من اليوم 12 حتى اليوم 16 بلاش الايام دي لان اي تزاوج هيتم في الايام دي هينتج عنه حمل يبقى فترة الامان هي فترة بيلجأ لها الزجيل عشان يتجنبوا الحمل ما هي فترة الامان الفترة دي هي كل ايام كل الايام معادها من اليوم 12 الى اليوم 16 وانت عرفت التفاصيل ليه ليه بلاش الايام دي لان فيها احتمالية من حدوث الاخصاب وحدوث الحمل السؤال اللي بعده بيقولك اي من العزام التالية تتمفصل معها عزمة الكعبرة؟ جميل السؤال هو شكل المفصل عامل ازاي؟ مفصل الكوع سلاسي العزام مفصل الكوع عبارة عن نهاية العدد مستقرة في تجويف موجود في راس الزنت ومعهم الكعبرة بس المفصل جاي نتيجة التقاء نهاية العدد اللي موجودة في راس الزنت ومعهم الكعبرة فمفصل الكوع يعتبر من المفاصل السلاسية زي مفصل الربة هو الربة في مين؟ نهاية الفخت مع راس الأصبة ومعهم الرطفة مش الشازية يبقى مفصل الكوع من المفاصل السلالية طيب الكعبرة بتتمفصل مع مين؟ مع الرزغ؟ آه كعبرة مع الرزغ آه؟ فعلا لأن الكعبرة بتصل للرزغ بتنزل على أول عضميتين في الرزغ انت عارف ان الرزغ تمنعزان في صفين تلاتة في خمسة هي بتنزل سلدة على عضميتين منهم حلو يبقى هي متصلة بالرزغ بس الرزغ مع الكعبرة؟ لا هي بتصل بنفسها ازاي؟ طيب متصلة بالرزغ والعدد؟ لو أنا قلت آه هي متصلة بالعدد؟ يبقى أنا كده بحكم ان مفصل الكوع مفصل سنائي وهو مفصل الكوع مفصل سلاسي فأنا أختار الاختيار دال ان هي بتستند مع العضد والزند والرزغ لأن هي بتكون فوق مفصل زلالي محدود الحركة وبتنزل في رزغ اليد تكون مع مفصل زلالي واسع الحركة دي عضمة العضد الجملة رقم 8 تعرضت خلية نباتية إلى جفاف تدريجي آه جفاف هتفقد مية قبل تالي هتقل لدعمتها الفيسيولوجية أي العلاقات البيانية التالية صحيحة؟ فلما جيت قرأت العلاقات البيانية لقيت حالة من التناقط رأس السؤال في حتة والعلاقة في حتة هنا بيقول لي حجم الخلية وما علاقته بالضغط الاسموزي بتعرف تقرأ علاقة بيانية صحيحة؟ تعالا ورينيه كل ما زاد لما أنت تيجي تقرأ علاقة بيانية بتجيب الخط اللي على الأرض الأول وبعد كده بتاخد مع العلاقة اللي فوق فأنت بتقول هكده كل ما زاد حجم الخلية كل ما زاد حجم الخلية ده كان معنى إيه؟ كان معنى أن الخلية مليانة مية يعني مليانة ضغط امتلاء اسمه ضغط الامتلاء كل ما زاد حجم الخلية كل ما كانت الدائبات في الخلية أليلة كل ما كان الضغط الاسموزي في الخلية أليلة كل ده معنى كل ما زاد حجم الخلية هتلي علاقة من العلاقات اللي موجودة قدامك؟ بتشيل الكلام اللي انا قلته كل ما زاد حجم الخلية زاد الضغط الاسموزي ابدا زاد ضغط الامتلاء وليس الضغط الاسموزي طب العلاقة اللي تحتها كل ما زاد حجم الخلية حصلت الضغط الاسموزي ال طبعا لان الدائبات دبت في المية لان الخلية فيها ضغط يعرف ضغط الامتلاء عايزك تتعلم تقرأ العلاقة البيانية تاخد الخط اللي على الارض الاول وتبدأ تقول كده كل ما زاد وبعد كده تقرأ العلاقة اللي مكتوبة زاد وتاخد معاك الرأسي او ال وتاخد معاك الرأسي دي طريقة قراءة العلاقات البيانية سؤال رقم تسع بيقولك بعض اجزاء اجزاء الحيوان المنوي تلعب دورا هاما قبله ادي مطلوب رقم واحد اثناء ادي المطلوب رقم اثنين بعده ادي المطلوب رقم تلاته انت شاطر انتبه صح صح فاكر رسمة الحيوان المنوي قلمك ومعايا دي كانت رسمة الحيوان المنوي ده العنق ودي كانت الرأس ودي كانت القطعة الوسطى وبعدين كان بيجي الديل الديل كان عبارة عن منطقتين منطقة عرب محور الديل ومنطقة عرب القطعة الزيلية داخل القطعة الوسطى كانت تكمن الميتو كوندريا داخل العنق كان بيوجد السنتريولان داخل الرأس كان في حاجتين كانوا بيترسموا كده كان في نواه فيها 23 كورموسوم وكان فيه الاكروسوم ما هو الاكروسوم؟ الاكروسوم هو الجسم القمي اللي كان بيحتوي على سائل يعرف بانزيم الهيال ويوريليس ده الحيوان المنوي ودي رسمته ادي الاجزاء بتاعته ده الراس ده العنق ده القطعة الوسطى ده الديل الديل كان عبارة عن محور الديل وينتهي بالقطعة الزيلية القطعة الوسطى كان فيها ميتو كوندريا اما العنق فكان يحتوي على السنتريولان اما الراس كان فيها حاجتين كان فيها اكروسوم وانتبه اكروسوم ده يعرف بالجسم القمي وكان فيها نواه تحتوي على 23 كورموسوم تعال نشوف كده عايز كل جزء اهميته مين الجزء اللي كان بيلعب دور قبل الاخصاب؟ قبل الاخصاب يعني انت بتسألني عن عملية التلقيح مين اللي ساعد الحيوان المنوي في عملية التلقيح؟ التلقيح دي عملية تعرف بانتقال الحيوان المنوي الى المشيج المؤنس او الى البوايدة التلقيح دي عبارة عن رحلة والرحلة محتاجة طاقة محتاجة وسيلة للحركة يبقى اللي كان بيلعب دور قبل الاخصاب كان يعتبر الدين لان ده كانت وسيلة الحركة اللي بيستخدمها الحيوان المنوي وكانت تعتبر القطعة الوسطى لان القطعة الوسطى بتحتوي على الميتو كوندريا والميتو كوندريا كانت طاقة بتكسب الحيوان المنوي الطاقة اللازمة لحركته علشان يقدر يوصل للبوايدة ده كده يعتبر قبل أثناء الإخصاب كنت محتاج إيه لحظة عملية الإخصاب كنت محتاج إننا دوب غلاف البويضة اللي معمول من حمض يعرف بحمض الهيالو يورينيك دي كانت طبقة حمضية حوالين البويضة والطبقة دي بينجح الحيوان المنوي في إذا بدأ بفضل الجسم القمي اللي احتوائه على إنزيم الهيالو يورينيز يبقى أنا اللي أنا بحتاجه أثناء الإخصاب هو الجسم القمي اللي هو الأكرسوم اللي موجود في مقدمة الحيوان المنوي لاحتواء على إنزيم الهيالو يورينيز أما ماذا بحتاج بعد الإخصاب؟ ما خلاص همس بعد الإخصاب وأنا محتاجة إيه ساعة الإخصاب؟ يعني بعد الإخصاب لا محتاجة ممكن أضيف حاجة بس في الأثناء قبل ما ننسى فأثناء الإخصاب أنا محتاجة نواة لأن النواة هي اللي هتقومي بعملية الإخصاب لأن النواة هي اللي هتروح بتعمل اندماج مع نواة المشيج المسكة وكده أقول حصل الإخصاب فعليا كده فعلا تتحول البويضة من بويضة عادية إلى بويضة مخصبة كده فعلا ده الإخصاب ما بعد الإخصاب أنا محتاجة الجزء ده مين الجزء ده ده العنق حبيبي ده بعد العنق أعمل بإيه ما الإخصاب تعمل بإيه العنق ده يحتوي على السنتر يولان دول اللي هفيهم قوة جبارة خفية هتجبر البويضة اللي تخصبت دي إنها تستكمل انقسامتها الميتوزية وتدي الجنين عشان كده بيقولوا إن لحظة الإخصاب اللي بيدخل البويضة بتبقى الرأس ما تبقى من الرأس والعنق أعمل إيه بالعنق؟ هو ده اللي هيكبرها فيما بعد إنها تستكمل انقسامتها وتتحول إلى جنين يعني لو تلقم عليك وقالك ماذا يحدث؟ لو تم إخصاب البويضة بالرأس فقط أو تم دخول رأس الحواني المنوي فقط ما النتائج المترتبة على دخول الرأس بس قلوا هيتم الإخصاب يعني لا تمكر حدوث الإخصاب بالعكس أيدوا وقولوا إنها هيتم الإخصاب بس الفكرة إن إحنا هنقف عند المرحلة دي بس إن إحنا هنحصل على بويضة مخصبة بس مش هنكمل ومش هنتتوالى الانقسامة ومش هيكون جنين نتيجة لغياب العنق دي الفكرة السؤال بيقول الأشكال التالية توضح ثلاث قطعات في مبيض أنسة خلال مراحل مختلفة من دورة الطامس هنا المرحلة دي لو حبنا نبدأ بيها حضرتك شايف حويصة للجرافة الناضجة بتحتوي على بويضة المرحلة دي بتشير إلى وجود الجسم الأصفر يعني المبيض ده مر عليه مرحلة تعرب بمرحلة التبويض يعني الحوصلة دي انفجرت جالها هرمون يعرب به الـ LH وفجر الحوصلة فبالتالي البويضة اتحررت زي ما انت ما شايف ده اسمه تحرر البويضة ده كده يوم يعرب بيوم التبويض بسبب خروج البويضة من حويصة للجرافة ودي عملية بتتم تحت تأثير يعرب بهرمون الـ LH لو حبيت أوصف المرحلة دي بكلمة أوصفة بمرحلة نطج البويضة ونطج البويضة دي او المرحلة دي بالذات بتتم تحت تأثير هرمون نخامي يعرب بهرمون الـ FSH يبقى معاك الثلاث مراحل دول تعال نشوف ايه المطلوب المطلوب رقم عشرة بيقولك رتب الاشكال دي حسب مراحلها في دورة الطمس دورة الطمس دورة الطمس بتمر بثلاث مراحل اول مرحلة اسمها مرحلة طور الطمس ونتبه وخلي بالك طور غير دورة دورة يبقى انا بكلمك عن احداث 28 يوم اما طور الطمس بكلمك في احداث مدتها من 0 الى 5 ايام فالفرق جبير يبقى انا عندي اول طور في دورة الطمس او اول مرحلة في مراحل دورة الطمس هي طور الطمس المرحلة رقم اتنين بتعرب بنطج البوايدة ودي بتبقى تحت تأثير هرمون الغدة النخامية اللي يعرب بهرمون الـ FSH اللي بيتبعه زهور لهرمون يعرب به الاستروجين من حويصل الجراف تالت مرحلة تعرب بمرحلة التبويض والتبويض بتغضع تحت تأثير هرمون نخامي يعرب بهرمون الـ LH اللي بيفجر حويصل الجراف ويحرر البوايدة تعال ان شو بقارت بازاي يبقى انا الاول اعمل حوصلة يبقى انا الاول اعمل حوصلة والحوصلة ظهرتلي في الشكل رقم 3 بعد كده ابعت هرمون يفجر الحوصلة الهرمون اللي فجر الحوصلة اللي هو هرمون الـ LH والتفجير نتج عنه تحرر البوايدة وتسمت العملية باسمه تبويض يبقى بعد كده بتجي العملية رقم 1 من بقايا الانفجار الحتة دي بتستكمل نمو وتاخد شكل الوردة اللي هما بيسموا الجسم الأصفر وده ظهر في المرحلة دي فيبقى المرحلة اللي بعد كده هتبقى رقم 2 يبقى انا لما رتبت الأشكال حسن مرحلها في دورة الطمس كانت الإجابة 3-1-2 السؤال اللي بعده اكتب اسم كل مرحلة بما يتناسب مع شكل القطع كتبت وانا بتكلم نفسي في بداية السؤال كتبت الشكل رقم 1 اسم المرحلة بتاعته طبويد انا هكتب كده تبعا ليه الأشكال يبقى واحد يعرف بيه طبويد طب واثنين برضو طبويد لان ده ناتج ما حصل فيه الشكل رقم 1 ايه الشكل رقم 3 انا قريدي كنت مسميها افراز السؤال كنت قايل عليه مرحلة نتج البويدة اللي بتتم تحت تأثير الغدى النخمية بهرمون يعربي الـ FSH دي كانت الردود وضح الهرمونات التي يتم افرازها في المرحلتين 2-3 2 الهرمونات اللي بتظهر في 2 هو أصلا 2 في مين اتنين زي ما انت مشانف في الجسم الأصفر الجسم الأصفر ده اللي معروف عنه انه غدة صماء مؤقتة مؤقتة لاني اللي احتمالين تبعا لمصير البويدة ممكن انه هو يكبر ده إحدى المصاير بتاعته يكبر وممكن انه هو يغمر دول اللي احتمالين امتى الجسم الأصفر يكبر لو حصل اخصاب للبويدة امتى الجسم الأصفر يدمر لو لم يتم اخصاب البويدة فإذا هو على كف عفريت حياته مرهونة بمصير البويدة فبيعتبر الجسم الأصفر غدة صماء مؤقتة كلمة مؤقتة جات علشان فيه احتمالية للدهور طب ليه اصلا تصنف غدة الجسم الأصفر تصنف غدة لانه بيطلق هرمون انا اقول له رقم اثنين هون لانه بيطلق هرمون اسمه البروجسترون تعرف مصطلحات اطلقت على البروجسترون اه اعرف انه هرمون الحمل شاطر تعرف وظيفه ايه في العادي عند الفتاة العادية بيعمل زيادة سمك البطنط الرحم وزيادة الامداد الدموي بها طب في السيدة المتزوجة بيعمل نفس الوظيفة اللي احنا سبق وقلناها دي ويزود عليها تلاتة كمان من هم التلاتة يمنع التبويض حل يمنع نزول الطمس رائع يحدث تغيرات للغدر السدية استعدادا لما هتمر بالأنصف في فترة الرضاعة دي الوظائف الكاملة لهرمون البروجسترون يبقى هرمون البروجسترون هرمون الحمل بيطلق من كم مكان من مكانين حبيب تجي كده نرجع الهرمونات اللي بتطلع كده عند الأنسة بتطلع من كم مكان الاستروجين بيطلع من مكان واحد بس وهي حويصة للجراس البروجسترون بيطلع من مكانين الجسم الأصفر والمشئمة اللي موجودة في بطنط الرحم الريلاكسين بيطلع من تلاتة أماكن يبقى مكان اتنين تلاتة مكان الاستروجين اللي هو بقول عليه الاستراديول مكانين اللي هو البروجسترون تلاتة أماكن اللي هو الريلاكسين يبقى ده الهرمون اللي بيطلع في المرحلة رقم 2 طب في المرحلة رقم 3 في مين؟ في المرحلة رقم 3 في حويصلة جراف طب وحويصلة جراف دي بتطلع هرمون اسمه ايه؟ اسمه الاستروجين لو عايز تعلي بقى لفل الوحش وتثبت للراجل انك واحد ما حصلش قوله الاستراديول الاستراديول حاجة كده عظمة ده الاسم الثاني الهرمون الاستروجين المطلوب رقم 13 لماذا يبقى وجود التركيب سين في القطاع رقم 2 في حالة حدوث الاخصاب ليه بيكبر يبقى ويكبر في حالة الاخصاب قل له علشان يفرز لنا هرمون البروجسترول اللي احنا بنحتاجه في حدوث الاخصاب بتحتاجه في ايه احكيله بقى قل له يمنع الطبويت قل له يمنع الطمس مافيش طمسه تنزل طم فيه جنينه رقم 3 قل له يحدث تغيرات في الغدد السدية في الغدد السدية انت بتكتب وراي صح واخيرا اللي بيعمل زيادة سمك البطانة الرحم ودي الوظيفة الاساسية دي مش اخيرا دي دي الوظيفة السبتة بتاعته بيعملها في كل الحياة زيادة سمك بطانة الرحم وزيادة الامداد الدموي بها ادرس الصورة التي امامك طبع بصطة في كل امتحان دورة حياة الفجير طبع بصطة في كل امتحان مين دا؟ دا النبات المشيجي دا اللي بيقولوا عليه الطور المؤقت ليه دا كمان مؤقت؟ لانه بيضمر بتيجي عليه فترة وبيضمر دي ايه دي؟ دي اشباه جزور بتختارك الطربة لامتصاص المية والملح عزمة كم نون النبات المشيجي؟ نون طب واشباه الجزور نون وكل حاجة على النبات المشيجي نون ايه اللي بيبقى بالقرب من اشباه الجزور؟ شكل على شكل حدوة حصام عارف حدوة الحصام؟ بيسموها أنسوريديا مناس المذكرة بتنتج أمشاد مذكرة بص عاملة ازاي؟ بص بتترسم ازاي؟ مين دول؟ دي حاجات أمشاد مذكرة تعرف بيه؟ سابحات مهدبة تسمت سابحات ليه؟ لأنها بتزبح في المية اللي في الأرض بواسطة ايه بتزبح؟ بواسطة الأقداب عشان كده تسمت سابحات مهدبة اطلع فوق في مقدمة النبات المشيجي يبقى الراجل بيشاور على فوق في ايه فوق؟ في دورق مقلوب دورق مقلوب لو كان الدورق مقلوب مقفول اعرف ان دي بيقولوا عليها أرشيجونيا ملها أرشيجونيا غير ناضجة لسه صغيرة عشان الدورق مقفول اما لو كان الدورق بص اللي هعمله لو كان الدورق هملك دورق كده وسبوا مفتوح قلوا خلاص ها غير رأيه خلاص بقت ناضجة يعني ايه ناضجة؟ ناضجة يعني الأرشيجونيا دي جوها بوايدة يعني صالحة للإخصاب عادي يعني ممكن السابحات المهدبة تمشي في الطربة وتتجه إلى أعنى تخش جوه الأرشيجونيا عشان تخصة بالبوايدة دي الحدودها دي دورة حياة الفجير يعني دردشت معك وسبنا السؤال صار كاما 14 بيقول الصورة التي أمامك تعبر على النبات يعرب النبات المشيجي في الاختيارات المشيجي كانت متوفرة في ألف ومتوفرة في جين طب نكمل المشيجي ده ناتج من ناتج هو جاي من إيه؟ جاي من لاجنسي جاي من جرسومة سقطت على طربة رطبة وانتصت لحد ما كبرت وبقت نبات على شكل قلب هو نبات مشيجي ويتكسر جنسيا فعلا اتسمى مشيجي لأنه بينتج أمشاج وطالما بينتج أمشاج يبقى ناوي أنه يتكسر جنسيا يبقى هنا الجملة رقم 14 هتبقى الإجابة جي 15 النبات الموضح بالصورة يتصب بأنه أحادي أحادي الحيرة تقننت ويتكون بالانقسام قلت لك هو جاي من حتة جرسومة سقطت على طربة والجرسومة كانت نون وابتدت تنمو وانا عندي أي حاجة بتغضع للنمو هو مصير واحد بس لازم أن تسلكه وهو الانقسام الميتوزي يبقى هو أحادي ميتوزي يبقى الإجابة هتبقى جيم جملة رقم 16 عند زيادة إفراز زيادة إفراز الأوضوستيرون هم يعرفوا؟ ده من الهرمونات المعدنية ده اللي بيطلق من كشرة الغدة القذرية راجع يا حبيبي ده من الهرمونات الاسترويدية يعني ما الاسترويدية؟ استرويدية يعني من الهرمونات الدهنية يعني إيه هرمونات دهنية؟ يعني وحدة بناءها أحمود دهنية مين زي تاني؟ بقيت الغرمونات اللي معاه في كشرة الغدة القذرية وكمان معاهم الغرمونات الجنسية كل دي هرمونات تركيب الكيميائي دوني عند زيادة إفراز هرمون الأوضوستيرون من مصدره مصدره اللي هي كشرة الغدة القذرية فإن إفراز الغدة النخامية لهرمون الأكت إتش يقل طبعا معلمة نخامية دي معلمة طبعا يقل العبارة دي صحيحة مليون في المية دي اسمها إيه؟ دي بيسموها تخزية رجعية سلبية يعني إيه؟ يعني الغدة النخامية بتطلع الهرمون ده عشان ينشط الغدة عشان تطلع ده حلو الكلام؟ قامت الغدة من غير تنشيط من النخامية مطلع ده وبزيادة تم وفار يا مو هتقوم النخامية موفرة مش هتطلع الهرمون ده لأن الغدة مش محتاجة تنشيط هي نشطة الوحدة فإذا عشان تبقى الغدة النخامية معلمة لازم أن تعرف إمتى تنزل الهرمون وإمتى ما تنزلوش بما إن الغدة شغلة أوتوماتيك ومش محتاجة تنبيه يبقى النخامية مش هتطلع هرمون وفارت سبعتاشر ماذا يحدث عند إصابة شخص بجفاف العينين وعدم القدرة على إفراز الدموع؟ أنا ما عروفش حاجة في الجملة دي غير دي إفراز الدموع شفتها فين أنا دموع شفتها في خط الدفاع الأول مناعة يا حبيبي خط الدفاع الأول خدتها في النظام الدفاعي المناعي الغير متخصص راجع معايا الجملة دي راجع معايا يعمل الجهاز المناعي وفق نظامين واحد منعها فطرية طبعية موروثة غير تخصصية اتنين مناعة مكتسبة تكيفية تخصصية اختار النظام من الاتنين قلوا الاتنين مع التعليم قلوا عشان هم بيعملان بتعاون وتنسيل وده يعني ايه؟ يعني المناعة الفطرية أساسية للمناعة المكتسبة ورجع وقولوا المكتسبة أساسية للفطرية فإذا النظامين أنا محتاجهم كان إيه النظام الدفاعي بتاع المناعة الطبيعية؟ المناعة الطبيعية كانت بتعمله في خطين دفاع خط دفاع أول وده كانت وظيفته إن يمنع دخول الميكروب إزاي؟ خط الدفاع الأول كان بيتسم بإنه عبارة عن حواجز فكانت الدموع اتصنفت حاجز من الحواجز والدموع اتصنفت حاجز كيميائي اللي هي الحواجز أنواع؟ آه الحواجز أنواع في حاجز كيميائي وفي حاجز ميكانيكي ميكانيكي زي الجلد زي الأهداب اللي في الممرات دي حواجز ميكانيكية أما الحواجز الكيميائي حاجة مواد كيميائية زي الدموع زي اللعاب زي الـ HCL دي كلها حواجز كيميائية فتعالا نشوف أنا مش قادرة أطلع دموع يبقى أنا فقط خط من خطوط الدفاع يبقى أنا كده في عجز في خط الدفاع الأول طالعما في jealousy في خط الدفاع الأول يبقى كده هيبقى المايكروب يسهل عليه الدخول لان خط الدفاع الأول من وظيفه يمنع الدخول وطالما مافيش يبقى كده هيسهل للمايكروب الدخول وكده أنا هتطرر كجسمة ألجأ إلى خط الدفاع التاني وخط الدفاع التاني يعرف بالاستجابة بالالتهاب بس ومحق ش ما حكيش الله يحزي انا حكيت له التكنيك اللي هيتم بس التفاصيله ما بقولهاش فسر تلعب المعدة دورا مزدوجا في الحماية من المايكروبات ادي واحد وتنظيم عملية الهضم ادي اتنين حقا المعدة ليها دورين اه طبعا ليها دورين حماية الجسم من المايكروبات قوله لان بطلت المعدة بتطلع حمض الهشي سي ال اللي هو الهايدروكلوريك وده مميت للمايكروبات نظرا لحمضته وده بيتصنف من خطوط الدفاع الاولى اللي بتمنع دخول المايكروب وبيتصنف من الحواجز الكيميائية مميت نظرا لحمضته اما تنظيم عملية الهضم دي تجي تحت تأثير هرمون بيطلع من بطلت المعدة اسمه هرمون الجسترين وهرمونات الجسترين بتطلق العصارة المعدية المعدة معروف عنها انها متخصصة في الهضم المرتبروطين وده الدور التاني ويكون الحمض الصور en ECOL بيطلع استجابة لهرمون الجسترين فيصير بطنقي خمض החCL ونظر حمض النتيش اللي هو إتمنى انه من العصارة المعدية ومن العصارة المعيدية بتتخصص فهاب من بروتين وده الدور المزدوج اللي قامت بيه المعيدة اللي بعده الجملة تسعتاشر بتقول ماما ده صحة العبارة مع التفسير جامع أعضاء الجهاز المنعي أعضاء لنفوية قولوا غلط لا طبعا كناك إنك تحط علامة تبضي رأيك في الجملة إذا كانت صحيحة ولا لأ دعلي جزء من الدرجة فيبقى لما يقول لك ماما ده صحة العبارة جامع أعضاء الجهاز المنعي أعضاء لنفوية قولوا غلط طب هاتي كده حاجة ما تكونش عضو لنفاوي قولوا الجلد مش من الأعضاء اللنفوية والجلد مش من الأعضاء اللنفوية ده مثال يثبت إن مش جميع الأعضاء المنعية أعضاء لنفوية اللي بعده علل تورم العقد اللنفوية عند الإصابة بجرح غائر جرح غائر يعني ده خط الدفاع التاني وهنا بيستغل المايكروب إنه بيختار من خلال الجرح بتدخل المايكروبات من خلال الجرح خط الدفاع التاني نظام دفاعي غير متخصص وكون إنه هو نظام دفاعي غير متخصص ده كان له تأثير في انتشار المايكروب كده المايكروبات بتنتجر وطالما المايكروبات بتنتجر انتشار المايكروب بيبقى من خلال سائلين المايكروب هتمشي في الجسم من خلال سائلين سائل يعربيه الدم والسائل التاني يعربيه الليمف فكده أصبح الليمف غير نقي لأنه محمد بكم كبير من المايكروبات لما بيجي الليمف يمشي بيمشي الليمف داخل مصارات توصله لحد عقد تعربي العقد الليمفوية فيها إيه العقد الليمفوية؟ تصنفت العقد الليمفوية أنها مخزن لخلايا الدم البيضاء تبدأ العقد الليمفوية تلتكة المايكروبات من الليمف ولأن المايكروبات كثيرة بيحصل أن العقد الليمفوية بتاخد أو بتحصل على كم كبير جدا من المايكروبات وعليشان أقضي على المايكروبات دي بيحصل أن الخلايا الدم البيضاء اللي جوه العقد الليمفوية بتعمل انقسمات عشان تقدر تتخلص من التكمل كبير جداً من المايكروبات زي مين خلايا تضم البيضة؟ زي الباقية ده بنص الكتاب زي التاقية زي الملتهمة الملتهمة بتبدأ تلتهم المايكروبات اللي موجودة في اللنفودة يؤدي إلى تورم العقدة بسبب ابتلحة قدري كبير جداً من المايكروبات و بتحاول التخلص منهم عن طريق خلايا منعية متنوعة لأن العقدة تحتوي على قدري كبير لأنها تصنفت بأنها مخزن ده كان سؤال سنوية عامة جميل جداً خلي ذلك منه قام أحد معلمي مدرسة السنوية المصرية بنقل أحد العلاقات البيانية الموضحة للنشاط الأرموني بأنصة طبعية والمرتبطة بحدوث وتطور الدورة الشهرية أجب وحدة وحدة بتعرف تطلع أسمائهم للهرمونات واحدة وحدة الهرمون العالي طويل وعند الأربعتاشر طويل أطولهم في الارتفاع وعند عند الأربعتاشر ده هرمون يعرب قبل الهرمون العالي حلوة يبقى هرمون الهرمون العالي طويل ويبقى حمد الأربعتاشر انزل على نفس المستوى انزل قبلك واحد وقبلك ثلاثة وقبلك أربعة أربعة ده معدي ده بعد الأربعتاشر أربعة ده بعد الأربعتاشر اللي بيعلى بعد الأربعتاشر ده هرمون البروجسترون واللي ارتفاع ده بيبقى بسبب تكون الجسم الأصفر حلو ثاني يبقى أنا اخترت أعلى واحد ونزلت تحتيه لقيت واحد ثاني أقل منه حلو الكلام بعد كده نزلت لقيت واحد رقمه ثلاثة ماله ده ده عالي بالقرب من أربعتاشر وقصير ما فيش حد أقصر منه ده لا يعد ارتفاع رقم أربعة ده لا يعد ارتفاع اللي ارتفاع حققه بعد يبقى هزا هنا اللي بالقرب من الأربعتاشر وعمل موجة صغيرة لتسكر ده هرمون الغدى النخمية الثاني اللي يعرب به الـ FSH كده بقي لك الهرمون رقم واحد اللي هو بيعلى قبل الأربعتاشر وده هرمون يعرب به الإستروجين ودي هرمونات دورة الطمس سهل انك تميزها انت تحط بقرة عينك عند رقم أربعتاشر تنقل هيفة طويل عند الأربعتاشر وتسميه بروجسترون تختار القصير القزعة برضو عا تلاقيه بالقرب من الأربعتاشر ده هيبقى هرمون الـ FSH اللي علي قبل الأربعتاشر ده الإستروجين اللي بيعلى بعد الأربعتاشر ده البروجسترون دي هرمونات بتاعتنا فتعال نشوف رقم واحد بيسألك عن البرمون رقم واحد كان مين فقلت له ده هرمون البروجسترون بيسألك عن رقمك مين طلع مين قلو ده هرمون الـ LH مش موجود في الاختيارات مكتوب مش محطوط له رمز اللي هو الهرمون المنبه لتكوين الجسم الأصفر رقم ثلاثة على الرسمة ده طلع هرمون الـ FSH اللي هو المكون للحويصلة رقم أربعة ده هرمون البروجسترون اللي اتفقنا أنه هو هرمون الحمل يبقى الإجابة هتبقى ألف جميل تفاصيل الهرمونات حلوة وجميلة السؤال 25 ماما ده صحة العبارة مع التفسير ليست كل البروتينات الموجودة في الجسم التركيبية يا جماله ما شاء الله ما شاء الله مش كل البروتين تركيبي صح صح جدا نتلين صح زي بتاعة الواتس صح جدا طبعا مش كل البروتينات التركيبية وإحنا فين يمس في المنهج إحنا ممكن يا حبيبي نكون في الـ RNA وممكن تجاوبها من الدين ولو إنت برنس هاتل اتنين طبعا كان في جدول في الـ RNA كان بيقول لك مقارنما بين البروتينات التركيبية والبروتينات التنظيمية افتكرت قالوا على البروتينات التركيبية أنها تدخل في تركيب محددة وقالوا على البروتينات التنظيمية أنها تنظم عمليات حيوية هو ده هتبدأ تحكيله عن البروتينات التنظيمية قل له طبعا فيه بروتينات تعرف بالبروتينات التنظيمية والبروتينات التنظيمية تسمت بالاسم ده لأنها تنظم عمليات حيوية اديني أمثلة وعزز إجابتك بدليل قل له واحد الهرمونات من البروتينات التنظيمية قل له الأجسام المضادة جلبيولينات المناعية من البروتينات التنظيمية قل له الإنزيمات من البروتينات التنظيمية طبعا جميل السؤال حلو ستة عشر ماذا يحدث عند اختفاء النوية من خلايا حقيقيات النواة وعلمة استفهام ماذا يحدث عند غياب جينات المكونة للارني الراي بصومي من خلايا احد الاجين هو هو نفس السؤال بس بص هنا بيتكلم عن ايه يعني تحس ان الشكلين بتعود السؤال ان انت لازم ان ترد هنا رد وهنا رد لا يا حبيبي عل 2 عل 2 حضرتك هترد نفس الرد عل 2 وانت كنت بتعمل ايه في النوية جوا النوية انت كنت بتعمل ايه الارني قالك ان انت جوا النوية كنت بتبني عضيات تعرف في الراي بصومات اه ما شاء الله والعضيات دي بتعمل ايه قلو الراي بصومات دي عضيات بناء البروتين كل دي اجابة عضيات بناء البروتين دي المتخصصة في بناء البروتينات حلو قوي فحاضرتك جاية دلوقتي تصدمني بتقول لي ما فيش نوية فانا هقولك ما فيش راي بصومات يعني ما فيش عضيات لبناء البروتين يعني ما فيش بروتين في حاجة لو ما فيش بروتين قلو فيها حاجات سبت بقى المقطع لانا هقولولك ده اي علة يجبها لك في السؤال تعطل انتاج البروتين قلو هتتوقف ها الخلية عن القيام ايوه بقى انشططها الحيوية كل ده عشان نفيش بروتين ايوه تاني بقى تصنف لي الإجابة تانية تفضل كده بيقولك ماذا يحدث عند اختفاء النوية من خلايا حقوقيات النوات او بصيغة تانية ماذا يحدث عند غياب الجينات المكونة لجزء الاريني الريبوسومي قلو حاضرتك كده انت هتعطن عن بناء البروتين الريبوسومات وسيادتك سيد من عارف ان الريبوسومات هي عضيات بناء البروتين يعني جنابك بتعطلني عن بناء البروتين وطالما حدتك عطلتني عن بناء البروتين مما يؤدي الى توقف الخلية عن القيام بقى مشططها الحيوية هي دي الضريبة اللي هنتفحها لما يتم تعطيل بناء البروتين السؤال اللي بعده 27 بيقول لك ما النتاج المترتبة على او ماذا يحدث عند غياب الجينات المسؤول عن نسخ الترانسفير مين الترانسفير؟ الناقل الاريني الناقل وليه سمى بالناقل؟ وظيفته نقل الاحماض الامنية اثناء تخليق البروتين فبما انك كاتب لغياب يبقى لنا نحافظه عليه هقوله بس اقول قبل منه مفيش فهو كان بيحمل البروتين كان بيحمل الاحماض الامنية؟ لن يتم حمل الاحماض الامنية أثناء تخليق البروتين اثناء تخليق البروتين في حاجة دي؟ اه كده مفيش بروتين يا دي النيلة وطالما عطلتك عن بناء البروتين انت هتقول للمقطع الشهير مما يؤدي الى توقف الخلية عن القيام بانشطتها الحيوية احنا متفقين ده مقطع بدجي كده تلفقهولي في اي حاجة كانت تسبب تعطيل البروتين زي الموقف ده صار رقم 8 جين مسكنه ماده وراثيه الفيروس خد في بالك الفيروسات نوعين حلو انها جات قولتا يعني ندردش فيها الفيروسات نوعين في فيروسات ذاته محتوى جيني دي الني وفي فيروسات محتوى هجيني ارني واللي اتنين عليك امثلة ام من الفيروسات اللي مادتها الوراثيه دي الني كان البكتيريوفاك لاقمات البكتيريا من الفيروسات اللي محتوى هجيني ارني زي فيروس اليدس والانفلونزا وشلال الاطفال يعني مش كل الفيروسات ارني الفقر نرجع تقني للسؤال بتحليل الماده الوراثيه للفيروس اعطى النتاج بحيث نسب القواعد كان الجوانين باثنين وثلاثين كان اليوراثيه يوراثيه 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 قعده لا تتواجد غير في الفيروسات اللي ماده الوراثيه ارني اما الفيروسات اللي ماده الوراثيه دي انه تحتوي على صايمين الكلام خلصان يا كبير منوع الحمض النووي ارنيه ولماذا لوجود قعدة اليوراثيه السؤال تسع واشيه راسم مخطط جميل يعني حلو بادئ بالغده النخميه بالرئيسه وقالك الرئيسه بتطلع هرمون الف روح يا هرمون الف دايريكت للعضلات الهيكلية نا دي دا خدهين شان في هرمون بيطلع من النخميه دايريكت للعضلات الهيكلية عده علينا ممكن نحط له احتمالات احنا مش هندنح ممكن يتحط الممكن يكون الجيتش مثلا ممكن ممكن ما العضل عايزه تنمو والعضله بروتين والجيتش متخصص في بناء البروتين فطبعا ممكن طيب تعالى الوجهه التانية الغده النخميه اطلقت الهرمون باق اميه هرمون روح لأبوة الاخراجه كيلية يعني روح يا هرمون للكيلية يعني تعرف هرمونات تصدر من النخميه تروح للكيلية مباشرة اصلي دا كده معناه مباشرة اه اعرف هرمون يعرف بالإيدي هرمون عصبي بيخرج من الجزء العصبي للغده النخميه علشان العضل الاخراجي طلع سائل سائل يعني بول او العضل الاخراجي هيطلع ايه يعني حاولت ان انا اقول كل حاجة اعرفها جي في السؤال 29 بيقولك ما الهرمون الف يا طرى دا ممكن يكون الاكتيتش ازاي جدعها ممكن يكون البرولاكتين قال لنا ممكن يكون الاكتيتش ليه يعني الاجابة هتبقى الف وانا اصلا كنت حططها احتمال لان هرمون النمو اللي علاقة بالبروتين وانا اخدت ان العضلات عبارة عن بروتين لانها بتتكون من نوعين من البروتين رفيعة تسمى اكتين سميكة تعرف به المايوسين الجملة الثلاثين الهرمون باق هو هرمون ينفع يكون الاكتيتش لا اه ما ينفعش وليه ما ينفعش لان هنا انت راسم في المخطط بان التعامل مباشر وطالما مباشر يبقى هرمون مضاد لاضرار البول اللي اجابة هتبقى بي طيب واحد ثلاثين بيقول لك العلاقة بين الهرمون باق اللي هو ال اي دي اتش تمام والكمية يعني ايه كمية كمية دي بيقس فيها مية اما التركيز بيقس بها دائبات يبقى في فرق بين كلمة كمية و كلمة تركيز لما تشوف كلمة كمية يبقى انت مياسك هنا المية لما بيطلع هرمون ال اي دي اتش تمام باق كمية البول عاملة زيت قليلة لان ال اي دي اتش لما بيطلع بياخد المية بتاعت البول ويردها تاني للجسم فبيبقى البول مركز مركز يعني كمية المية اللي فيه قليلة انا عايز اقول له كده يعني ايه يعني كلما زاد هرمون ال اي دي اتش قلت المية في البول اذا العلاقة اللي ربطة الاتنين ببعض هتبقى علاقة عكسية اثنين و تلاتين اي الهرمونات التالية تؤثر في العضو الاخراجي بالشكل سواء كان مباشر او غير مباشر عايز كله كله يعني اللي بيقصر في عملها يؤثر في عملها في عمل الكلية عايز هرمونات تؤثر في عمل الكلية بشكل مباشر وبشكل غير مباشر وفتح للباب اللي يختار كل الاختيارات حلوة مش قوي لان انت لو سبت حد كان يصلح حتنقص حلوة تعال نشوف الاتش انا سبق واخترته وكتب تحت منه ده بيتأثر على الكلية بشكل مباشر تمام والجي اتش برضو بيأثر على الكلية لانها عضو وبردو ده تأثير مباشر لانه بيتحكم في نمو الاعضاء بتاعت الكسم والكلية عضو حلوة الاكتياراتش بيتحكم بس بشكل غير مباشر لانه بيطلق هرمونات المعدنية والهرمونات المعدنية الليها علاقة بالكلية بشكل غير مباشر طب والسيروكسين هلو تأثير على الكلية السيروكسين هلو تأثير على الكلية بشكل مباشر لأ طب بشكل غير مباشر بعيد اوي بس فيه كان بيحفز امتصاص السكريات الاحدية من القنة القضمية يعني كان بيعلي مستوى سكر الجولوكوس في الدم اه كان بيعلي مستوى السكر في الدم فهه فكان بيطلع للسكر ده على حس المرتفاع ده هرمون يعرف بيه الانسولين حاجة جميلة طب برضو فين الكليا وهو الانسولين ده بيروح للكليا اه كعضو من اعضاء الجسم عادي عشان يديها نبقه من السكر عشان الكلية تشتغل شفت اللفه اذا فيه علاقة هي بعيدة بس فيه علاقة وانت طالما فتحكي للباب يبقى سبنا نشغل دماغي وانا قلت كلام منطقي جميل السؤال تلاتة وتلاتين عدد النتوءات الفردية في الفقرة الظهرية اتناشر فردية يعني موجود منها واحد واحد هو واحد فعلا كل فقرة ليها واحد يعرف بالنتوء الشوكي فانا هقولي الاجابة الف والنتوء الفردي ده يعرف بالنتوء الشوكي بقيت النتوءات زوجية زي النتوءان المستعرضان اتنين زي النتوءان المفصليان الاماميان اتنين زي النتوءان المفصليان الخلفيان ما برضو اتنين ما فيش غير نتوء واحد بس او بروز عظمي واحد بس متجه الى اسفل ده يعرف بالنتوء الشوكي السؤال رقم اربعة وتلاتين عدد مفاصل الدلوع في الفقرة الظهرية رقم اربعة يا الله هيا الفقرة الظهرية رقم اربعة طالع منها كان نتوء مستعرض اتنين نتوء مستعرض من علمين ده تبحة ونتوء مستعرض من على الشمال ده تبحة حلو الكلام ده اسمه نتوء مستعرض جميلة الحتة دي فتح زهنك وسمي الله سمي الله الفهم من عند الله فتح زهنك حلو كانوا بيقولوا ايه على الظلع كانوا بيقولوا ان الظلع عظمى مقوسة تنحني الى اسفل تتصل من الخلف بجسم الفقرة اللي هو ده جسم الفقرة ونتوءها المستعرض جسم الفقرة ونتوءها المستعرض حتى الظلع اهو دخلوا الظلع على جسم الفقرة اهو دخلوا عن نتوء المستعرض اهو ايه ده الظلع عمل كده ليه عمل زي الشعر المقصفة فتح بقها في نهايتها حتة دخلت على جسم الفقرة والحتة التانية دخلت عن نتوء المستعرض ده الظلع واحد ده الظلع اللي جاي من علمين فتح بقه وعمل تمفصلين تمفصل مع النتوء المستعرض وتمفصل مع جسم الفقرة وبرده نفس الكلام هيحصل من على الشمال الظلع اللي جاي هيمسك في النتوء المستعرض وجسم الفقرة ده نص الكتاب انت اللايل في التعريف راجع كده التعريف التعريف بيقول ان الظلع عظمى مقوسة تنحني الى اسفل تتصل من الخلف بجسم الفقرة ونتوءها المستعرض يبقى الضلع الواحد عمل مفصلين والضلع التاني عمل مفصلين يبقى عدد المفاصل اللي بترتبط بالفكرة الزهرية اللي الضلع بيعملها مع الفكرة توتل عدد المفاصل كم يا جميل؟ أربعة يا جمال يا جمال السؤال يا جمال السؤال سلم حبيبي الفهم من عند الله جميل السؤال أصبح الآن من الممكن الوقاية من العديد من الأمراض المعدية الحمد لله والفضل لله عن طريق التطعيم التطعيم ده عبارة أن أنا دخل لك جراثيم المسببة للمرض يعني أديك المايكروب بس هو ميت أو هو ضعيف فاهم؟ طيب السؤال 35 بيقولك لماذا تحتوي اللقاحات على الجرسين المسببة للأمراض في صورة ميتة أو ضعيفة؟ دلوقتي أنت كنت لما في وجود كورونا كنت خايف من الكورونا وكنت مستخب من الكورونا عشان ما تجيلكش كورونا لحد لما قالوا ايه تعالى تعالى يلي خايف نديك تطعيم عشان نحميك طلع التطعيم ايه؟ كورونا ازاي انا خايف من حاجة انتو تدهاني؟ يد هندهالك ميتة؟ طب و لما هي ميتة باخدها ليه؟ ما انت بتاخدها بس هتفيدك في ايه؟ هو ده السؤال واول سؤال بيقولك باخدها ميتة ليه؟ بتديني المايكروب ميت ليه؟ رقم اتنين انت بتديني المايكروب ليه؟ اما انا خايف منه مستخبه بتدهوني ليه؟ حتى لو كان ميت و برضه عايز اعرف بتدهوني ليه؟ ما دوره؟ دول الوجهتين اللي هنتكلم فيهم بدهول بديلك المايكروب ميت حتى لا ينتشر يابا انا خايف عليك انا بديهولك ميت عشان ما ينتشرش ولا تظهر عليك اعراض المرض عشان ما يتحكمش فيك وتظهر عليك اعراض المرض شفت انا خايف عليك ازاي عشان كده ادي تهولك في صورة ميتة عشان ما يمتلكش منك ما يمتلكش من اجهزتك عشان مش يأذيك حلو؟ هلفت بدهولك ميت ليه؟ طيب عشان يعمل ايه بقى؟ ده الكلام ده الكلام؟ ده الكلام؟ كون اني انا اديتك المايكروب ده هيعمل استجابة هيوسير بص يوسير استجابة المناعية في جسمك فبالتالي جسمك هيبدأ يتعامل مع المايكروب وينتج عن الاستجابة المناعية دي تكوين خلايا تحرب بالخلايا الزاكرة عرفها؟ الزاكرة نوعين في منها باقيه زاكرة وفي منها تاقيه زاكرة الخلايا الزاكرة دي بتختزن معلومات عن المايكروبات اللي انت تحق انت بيها الخلايا الزاكرة دي معمرة بتقعد في جسمك من عشرين لتلاتين سنة الخلايا الزاكرة دي تعمل في التعرض التاني للمايكروب فبتكون الاستجابة المناعية سريعة فبيتم القضاء على المايكروب قبل ما ينتشر وقبل ما تظهر عليك اعراض المرض عرفت ان انا بحميك؟ يبقى لو انت خايف من حاجة مسافر اي دولة عربية وبيقولوا ان هناك في الطايم ده في الدولة العربية في مايكروب جلدي ولو انت سافرت اول ما تحط رجلك في ارض المطار اتعيا لا طب تعال تعال اخذ تطعيم عشان احنا كده بنحميك من المايكروب التطعيم اللي هو عبر عن ايه؟ المايكروب اللي انت خايف منه بس الميت طب و بتدهوني ميت ليه عشان مش يقزيك عشان مش يعلم عليك مش هتسافر عيان طب وباخدوا ليه؟ عشان يسير جهازك المناعي فيبدأ جهازك المناعي يستخدم قلياته الدفاعية والمناعية وينتج عن استخدام القليات دي تكوين ما يعرف بالخلايا الزاكرة خلايا الزاكرة دي خلايا معمرة بتقعد في جسمك من عشرين لتلاتين سنة طلعت اختزان معلومات طلعت تشتغلك في التعرض التاني فاذا انت لما تطب ارض الدولة العربية اللي انت هريحها ما يجيلكش المايكروب وحتى لو دخلك هيحسب بالنسبة لك تعرض تاني فبالتالي مش هتتسافر دي فكرة اللقاح الجدول التالي يوضح كدونات احماض امينية تتعرف ان الكل حمد اميني كدون في بعض الاحماض الامينية لها اكتر من كدون وده اللي احنا عرفناه من تخليق البروتين تعال نشوف اذا علمت ان ترتيب القواعد في قطعة من شريت دي ان ايه هو ده طبعا هو بيسم لك الشريت سايح ده عشان يبقى فيه عجز بصر يعني بس انت على الهادي كده نمسك الشريت كده وسم الله وقسم شريتك يا حبيبي تلاتة تلاتة بعد كل تلاتة حط شرطة بعد كل تلاتة حط شرطة كده على الهادي كده بحيث تريح عينك وبحيث يكون تركيزك عالي وتعرف انت اولك فين واخرك فين انا كده قسمته بيسألني على ما عدد اللفات الموجودة في تتابعة دي انه صادق معك ألمك ومعك ورقة تعال نسجل القانون عدد اللفات بما ان ده شريت فعدد اللفات بيساوي عدد نيوكلوتيدات في هذا الشريت على عشرة عدد نيوكلوتيدات في هذا الشريت على عشرة معك كم نيوكلوتيدات؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة دول مش نيوكلوتيدات يا ميس صح يا حبيبي انا مقسم الواحدة بتلاتة يبقى ما ان دول عشرة كودونات فعشرة في تلات قواعد يبقى عدد نيوكلوتيدات في هذا الشريت تلاتين انت عايزان اقسمهم على كم قلتلك على عشرة لان ده شريت فتطلع الاجابة ايه تلاتة ما تنساش تحط جنبها التميز تلات لفات يبقى انت حافظ القانون عدد اللفات بيساوي عدد نيوكلوتيدات في الشريت وقسم على عشرة عددت نيوكلوتيدات بس عشان احمي عناية وقلل الارغاق وقلل ان انا ممكن اطلق بك في العد قسمتهم تلاتات تلاتات لقيتهم عشر كودونات يا والكودون في تلات حبيات فولت تلاتة في عشرة بتلاتين وقسمت على عشرة انا كده مرتاح ووسط من الاجابة المطلوب اللي بعده اكتب تتابعات المسينجر المنسوخة من هذا التتابع اوعد تروح على طول وتنسخ لازم تطول بالك وتتأكد هل التتابع ده يصلح ولا لأ يعني ايه يعني ممكن يكون تتابع دي ان اي ده لا يصلح ان انا انسخ منه اما ار ان ايه ليه يليها الشروط ولا ايه اه طبعا لازم ان يكون دي ان اي ده بيبدأ بتلاتة شرطة لان كلمة تلاتة شرطة تعني ان ده شريت دي ان ايه ناسخ اصدك ايه اصدى لو انت دورته ملقتش التلاتة دي ولقيت بدالها خمسة اعرف ان ده شريت دي ان ايه غير ناسخ طيب ما ينفعش تاخد منه اما لو لقيتها تلاتة والاشكورك يارد بوكمل اجابة انت كده مش هتعمل حاجة غل ان انت هتاخده وتعمل منه ام ار ايه تعرف تعمل ام ار ايه انا كده كده مقسمها تلاتات تلاتات ومرتاحة التلاتة اللي انا شطبت عليها هنزلها تحت وكتب عليها خمسة وعكتر خعينك تركز معايا تي اي سي لما تتحول على الام ار ايه هتبقى اي يو جي ده احلى ام ار اي ايه ولا ايه ده احلى ام ار ار ايه لانه بدأ بكودون البدء اي يو جي ده بتاع كودون يعرف بيه الميسونين اعرف الميسونين سجل برضو فرقتك الميسونين هو اول حمد اميني بسلسلة البروتين بعد كده تلاتة سيها تتحول الى تلاتة جي عظمه تلاتة تيها تبقى تلاتة ايه برافو بعد كده تي اي سي تاني اي يو جي تاني هو ينفع يمز الى اي و جي تعاد اطبعا اطبعا عادي يكون بدء ويجي في النص تاني او عادي تمام تي سي سي هيبقى اي جي جي قول قول بسوط علي عشان ما تسرحش تلاتة تي تلاتة ايه عظمه وبعدين تلاتة جي تلاتة سي حبيبي شطور سي اي سي هتبقى جي يو جي برافو جي سي جي هتبقى سي جي سي اختم اي تي تي هتبقى يو اي اي وقفوا ما تنساش تحط تلاتة شرطة طويل شرط طويل يعني محتاج تركيز وتاني دايما يكون ذكر الله على لسانك علشان ينور بصرتك وينور فهمك دايما المطلوب اللي بعته اكتب ترتيب الاحماض الامينية المترجمة من هذا الامعار ايه يعني هتلي الكودون ده كل تلاتة مع بعض هتهم واطلع اقرأهم لي من الجدول واكتب لي اسم الحمض الاميني ان هم جايين منه اكتبهم على الترتيب فانت كده هتقول بتبدأ بي اي اي او جي ميسونين فاكتب له ميسونين برافو عليك بعد كده يالي مين جاي بعدي مين تلاتة جي تلاتة جي بتاعت مين جلايسين فاكتب له جلايسين برافو عليك بعد كده تلاتة ايه ليسين قلو بعد كده جاية ليسين برافو اي او جي قلو عادي ميسونين تاني عادي بيتقرروا سلسلة الاحماض الامينية اي جي جي ارجانين وعرفتها من الجدول من فوق ارجانين وعمل السهم كده عشان انت بتقول انت بادئ من فوق بعد كده تلاتة ايه ليسين هو مش اللايسين ده كان مكتوب بحاجة تاني بعض الاحماض الامينية لها اكتر من شفرة عادي ان اللايسين يجي تلاتة ايه ويتعد بطريقة تانية ليسين حاجة تاني زي الارجانين بص شفرة الارجانين سي جي سي بص هنا الارجانين اي جي جي فعادي كل ده عادي بعد كده تلاتة سي فين التلاتة سي يا الله بورولين فروح تكبه له بورولين كمل حبيبي معايا بعد التلاتة سي في جي يو جي جي يو جي فالين فكتبت له بعد البرولين في فالين احسنت بعد كده في مين سي جي سي سي جي سي قلت له بعد الفالين جي تاني الارجانين وتكرر معايا تمام بعد الارجانين في يو اي اي قلت له لا ده كده تمام بقت مرضية لان اليو اي 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 ده كدون وقف ومعروف ان الوقف ما بيت ترجمش ده كان المطلوب بس باللي عليك لازم ان تقول له ان انت فاهم وتحط تبدأ به الجملة رقم اربعين حدد عدد انواع الترانسفير عايزة قانون بص حبيبي عدد انواع الشي يلي عدد انواع الجي يلي اعمل يا ميس ما تعدش الكدونات المتكررين الله حم طب يلا اقوله عدد انواع الشي يلي يعني ايه الشي يلي يعني الترانسفير يعني تيارنين ايه اعمل ايه ما تعدش الكدونات المتكررين يعني تاخد الكدون مرة طب تعالى بقى ناخد الكدون مرة ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ده متعاد يبقى انا وصلت عندي تلاتة يبقى ده اربعة ده متعاد طب يبقى ده خمسة هه ستة برافو سبعة عظمة ولا ده كان متعاد لا ده مش متعاد يبقى ده واحد اتنين تلاتة متعاد اربعة متعاد خمسة ستة سبعة وكده كده الوقف ما بيترجمش ما ما فيش ترانسفير بيقاف عليه يبقى عدد انواع الشي يلي معدش الكدونات المتكررين ماخدهمش خدتهم مرة ما اخدهمش تانية تبقى ليه جابة كامة سبعة جميل المطلوب ده ركز فيه واحفظ القانون بتاعه حلو دي مسألة قهرين ايه جابت كل الحاجات اللي ممكن تخطر على باله كل التفاصيل اللي ممكن يختبرك فيها عدد اللفات ده سؤال بيخص الدين ايه اكتب التتابعات عايز يعرف انت بتعرف تنسخ ولا لا بتعرف تحول القاعدة ولا لا ترتيب الاحماض الامنية والساق وعمل لك جدول ممكن جدا ما يجيلكش الجدول ده كده ممكن يقول لك في رأس السؤال روح تكتاب المفاهيم وبحث في جدول الشفارات فانت اول لما تخش لجنة امتح عن الاحيان هتمسك كتاب المفاهيم وتقوم تاني ورقة تقوم تانيها بتاعت جدول الشفارات ده لو انت عام اما لو انت اظهر فهو هيجيب لك الجدول مكتوب فدي حاجة جميلة جدا ده كانت الجملة رقم 40 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ايه ده ده مفصل الكتف برافو عليك مين ده ده اللوح ده لوح الكتف شاطر ودي مين ده ده عدد ده راس العدد حلو قوي ايه ده 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 نتوق اللي كانوا بيقولوا عليه موجود عند راس العدد موجود عند الطرف الخارجي لعظمة لوح الكتف ده نتوق بيسمونه نتوق لوح الكتف موجود عند الطرف الخارجي لوح الكتف حلو بتمسك في مين عظمة امامية وباطنية تعرف بالطرف قوة حلو قوي حلو دي البيانات طب هو المنظر ده امامي ولا خالفي بص جميل طالما اللوح مشقوق شايف الشوكة دي بيسموها شوكة طالما اللوح مشقوق بالشوكة يبقى المنظر ده خالفي ليه هو المنظر الامامي ازاي يرسملك لوحة ملساء فضيا كده من غير ما تكون مشقوق بشوكة يبقى المنظر الامامي تكون اللوحة ملساء فضيا اما المنظر الخلفي تكون اللوح مشقوق بشوكة ساعتها بعرف ان ده منظر خلفي احسنت تعال نشوف ادرس الشكل اللازي امامي مكسومة اجب المنظر ده منظر امامي ولا خالفي طالما اللوح مشقوق يبقى خالفي ركز يا سيدي الناس يبقى الامامي ما ينفعش والامامي ما ينفعش احنا رسينا انه هو خالفي يبقى الحيرة يا بي يا داني تمام بي بقول لك المنظر ده خالفي احد الطرفين العلويين فعلا عظمة العدد طلع في الصونة وعظمة العدد تنتمي للطرف طب نكمل او المنظر ده خالفي لجزء من هيكل طرفي علوي يا الجمال يا الله واحد واربعين هتبقى الاجابة دال ظلم ليه يا بي استبعدت بي ما ينفعش حبيبي فعلا العدد ظهره بس في الحزامة كمان موجود طالما الطرف اترسم وجنب منه كان مع حزام يبقى ده بسميه ايكل طالما توجد الحزام في الصورة بزود كلمة ايكل ما ينفعش ااخد ده وتجاهل ده الحزام اللي هو لوح الكتف مع الطرقوة يبقى طالما ظهر الطرف مع الحزام بسميه ايكل اذا الاجابة تبقى دال اشتركوا في القناة